بقى أنا الحقيقة شايف إنه في حاجة لطيفة جداً كنا قرناها يعني وعرفناها النهاردة متعلقة بوزارة التربية والتعليم إيه هي؟ المسألة في الوزارة مش بس متعلقة بإزاي بنطور المناهج وإزاي بنشتغل على تدريب المعلمين وإزاي بنشتغل على تطوير المدارس نفسها وإزاي بنشتغل على زيادة الأعداد بتاعت المعلمين وما إلى ذلك عشان نقدر نوصل لأعلى خدمة تعليمية ممكنة نقدر نوصلها ومش بقولك إن إحنا المدارس بتاعتنا تنافس المدارس في النرويج خالص أنا بقولك إن إحنا ماشيين على خط الخط ده فيه أكتر منفرة فيه إن أنا بزود عدد المدارس فيه إن أنا بزود عدد المعلمين فيه إن أنا بطور المناهج بتاعتي فيه إن أنا بضرب المعلمين بتوعي وفيه إن أنا بتم بجودة التعليم اللي أنا أقدمها للطالب وبدأنا خطوات وماشيين فيها من ضمنها على سبيل المثال اللي كنا يعني اللي احنا هنتكلم فيه بعد شوية ده أو اللي هنتكلم فيه دلوقتي متعلق بإنه أنا عايز أشتغل على الطلاب وهم داخلين الامتحانات أنا عملت المنهج بتاعي درسنا جوال مدرسة طيب ما أنا عايز أعلم الولاد بتوعي إزاي يحل الامتحان طيب ما أنا عشان أعلمه زي يحل الامتحان تعالي أنا أعمل مع بعض مراجعة فاكرين كان زمان لك المراجعة العامة والنهائية هيا بالضبط كده المراجعات نعمل مراجعات للطلبة والتلامزة بتوعنا نبدأ نشتغل على أن احنا نحط لهم نموذج للامتحان ونعلمهم إزاي يحل وإزاي ينظم وقت وإزاي يجاوب الإجابة المزبوطة فبدأت الوزارة تاخد الخطوة دي خطوة تقديم خدمة تعليمية تدريبية متميزة للطلاب وبيحصل أو بالبقى دق هو فعلا حصل توجيه للمديريات من قبل معالي الوزير عشان يتم تنظيم هذه المراجعات خلينا بقى نفهم التفاصيل ونعرف أكتر من زميلة صديقية العزيز الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أهلا 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 وكل عام عيد سعيد وإنت بخير أهلا وسهلا بك يوسف وكل عام عيد سعيد وكل المشاهدين بخير حلوة الفكرة دي بقى واش رحلنا بالراحة هو الحقيقة يوسف طبعا بتعتبر خطوة يعني خارج الصندوق شوية الحقيقة الدكتور ده حجازي طوال الوقت بيفكر فيه خطوات ومبادرات بتتم بجانب الجهود اللي بتبذلها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية ككل الخطوات دي تستهدف أن هي تكون العنصر جاذب للطلاب وفي نفس الوقت بتقدم لهم خدمة متميزة تقدرناها تجذب الطلاب ليها وتحقق لهم الاستفادة المثلة من تحقيق نواتج التعلم والاستفادة في التحصيل الدراسي ويمكن يعني الخطوة دي أنا باعتبرها خطوة استكمالية لمجموعات الدعم المدرسي اللي إحنا يمكن بدأناها بقوة العام الحالي في مختلف المحافظات وطبعا كان فيه مطابعة مستمرة لها وكده فيمكن القرار الأصدره الدكتور ده حجازي وتوجيهه للمدرات المختلفة دي قمطين مراجعات نهائية وتكون مجانية لطلاب شهاتين الأدبية والثنوية هي خطوة جديدة ومتميزة بتقدمها الوزارة وتستهدف جذب الطلاب أن هما يحققوا استفادة مثلة من هذه المراجعات لأن طبعا من ضمن القواعد اللي احتتم في هذا الإجراء أنه هيكون فيه تشكيل فرق من معلمين متميزين وعندهم كفاءة عليا فيه كل إدارة تعليمية وهيكون كمان في كل إدارة فيه تلت مقرات هيبقى تم تحددهم وهيتم الإعلان عنهم هيكون هي الأماكن المحددة اللي هيتم إجراء فيها المراجعات حلو شد خط يا شادي جامد تحت كلمة كل إدارة فيها تلت مراكز حتى لا يختلط الأمر ما بين الإدارة والمديرية التعليمية أنا بتكلم على الإدارة مش على المديرية صح؟ آه لا إدارة تعليمية علشان تكون الأماكن طبعا قريبة من الطلاب حلو نشجعهم لأنهما يروح لأنه لو على مستقبل كل مديرية ممكن هتكون بعيدة عنهم فطبعا الطالب ممكن يستمرد أنه يروح المدرسة أو المكان اللي هيبقى فيه المراجعات فأنا مثلا نقول إدارة وسط الجيزة هيبقى فيها تلت مراكز بالضبط مثلا يعني بالضبط كمان هيبقى فيه اختيار لأكثر المعلمين المتميزين اللي معروفين عند الطلاب كمان يعني فيه معلمين بيبقوا متنازين جدا في المواد الدراسية بالنسبة للأعدادية أو الثانوية الطلاب بيبقوا عارفين معلمين يعني بيقدموا شرح كويس جدا للمواد الدراسية فبالتالي لما يكون هؤلاء المعلمين موجودين في المراجعات النهائية الخاصة به سواء الأعدادية أو الثانوية العامة هيبقى ده عصر جاذب للطلاب وكمان يمكن من الأمور المهمة كمان يوصف أن ده يرفع عن كاهل الأسرة المصرية كمان أن ما يبعثوا أولادهم من هما يروحوا لهذه المراجعات ويساعدهم على التحصيل ويساعدهم على المراجعة ويساعدهم على أن هما يقدروا يلموا المناحك طبعا يعني في قبل الامتحانات بشكل كويس ودي بشكل مجاني في الآخر فهي بتحقق في الآخر برضو التمسين العادل لكل الطلاب أن هما يقدروا يروحوا في أي وقت وبشكل مجاني يقدروا يحصلوا المراجعات النهائية طيب هنا شادي لازم أفكر معك بصوت عالي في الآلية يعني كل إقدارة تعليمية هبقى فيها ثلاث مراكز حلو بس كمان الإدارات التعليمية بتبقى مليانة طلاب يعني آلاف الطلبة هنقدر إزاي أن ننظم مسألة حجز الطلاب لحضور حصص المراجعات وحل الامتحانات والتدريب على النماذج وما إلى ذلك وطبعا خلينا التالي من أول على المقارات اللي هيتم تحدثها وأنا المقارات دي لازم تكون جاهزة وتستوعب الأعداد الكبيرة للطلاب بشكل كويس جدا وتكون جاهزة بشكل لوجيستي يعني تكون متاثر فيها الأماكن بشكل كافي تكون متاثر فيها مثلا الصبرات الذكية أو اللوجيستيات اللي هي الخاصة بالمقار اللي يمكن أن نقدر نقدم فيه المراجعات وتكون جاهزة بالكامل ودي هتبقى مسؤولية بتيجي بالتسلسل من تحت إشراف من المدرئية للإدارة التعليمية والإدارة بتنفذ ويبقى فيه مراجعة كاملة ومرأبة كاملة ومتابعة مستمرة كمان من الوزارة يعني الوزارة كمان هيبقى فيه لجانب تنزل منها عشان تتابع تنظيم هذه المراجعات على مستوى الغمارية كلها حلو جدا هل بدأنا في اختيار الأماكن أو بدأنا نفكر في أي أماكن ممكن تبقى أنسب لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب وطبعا الكتاب الدوري الخاص لتوجيهها الدكتور رضا حديازي صدر النهاردة وطلب لكل المدريات تبتلي التجهيز خلال ثلاث أيام تاريخ النهاردة بس خليني أكد على ناطر مهمة أن المراجعات دي هتبدأ بعد انتهاء تاريخ المنهج بإذن الله وفي نقطة أهمة كمان أنه هي المراجعات هتكون بتتضمن كمان نماذج من الامتحانات بتطابق المواصفات الخاصة لامتحانات نهيئة العام هيتم وضعها داخل إشراف طبعا المواجدين من مواد التجهيزية المختلفة ودي هتساعد الطلاب وتشجعهم كمان على أن هم يروحوا المراجعات دي على شخص قطر يختبروا نفسهم ويشوفوا شكل المراجعات وشكل النماذج الخاصة بالانتحانات اللي هيتم تقدمها في مختلف المقار طبعا على المستوى الجمهوريين طب هل بدأنا أن احنا نحط طريقة تبقى محكمة لو يوسف طالب في ثالث سنوي وعاوز يحضر المراجعات عاوز أحجز مقعدي يعني على طول بحيث أن أنا عايز أبقى ضامن أن أنا أروح اليوم الفلاني الساعة كذا هلاقي المكان بتاعي جاهز إلى آخره لأنه بالتأكيد هيحصل تكالب شديد جدا وزي ما كنت بقول لك دول ألاف الطلاب في كل مدرية هعمل إيه يعني هلا هيبقى فيه رقم هيبقى فيه ويبسايت أقدر أحجز من عنده بدخل بيانات معينة إلى آخره هو طبعا هيبقى فيه جداول محفوطة للأيام المراجعات الخاصة بكل مادة وهتكون متكررة على مدار الأسبوع وبالتالي هيكون مثلا الطالب اللي مثلا ما قدرش أنه يلحق المراجعة بكرة وممكن يقدر يروح في يوم تاني خلال الأسبوع هيتم تنظيمها بشكل دائج جدا تحت إشراف الإدارة والمدرية وزي ما التتلف برضي في البداية هيكون فيه متابعة قوية جدا من الوزارة لكل الإجراءات التي تتكلم عليها بما كان حتى الإجراءات التنظيمية الخاصة بأيام المراجعات وتعاب الكامل للطلاب وأعدادهم في كل مقر من المقر اللي هيتم تحددها إن شاء الله بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 شادي سنة تعليمية أو عام دراسي سعيد عليك بإذن الله وعلينا جميعا وكل سنة وانت طيب مرة تانية كل الشكر لزاملنا وصدقنا العزيز والسر شادي زلطان متحدد بإسم وزارة التربية والتعليم